اشتركوا في القناة البدر خلاص قدمه مهمته وتولى المسؤولية المدير الفني الكندي هنريك رودل ده كان لو تفتكروا المدير الفني رجعوا لي الصورة يا جماعة اللي فات كان المدير الفني لنادر اتحاد السكندري قاعد معهم موسم وبعد كده فاسخوا تعاقد معاه وجي كابتن احمد عمر الموسم اللي فات على طول هو الحقيقة كان مدرب كويس جدا جاء خلفا لكابتن احمد مرعي لو تفتكروا في نادر اتحاد السكندري واتحاد السلة رأى رؤية كويس الحقيقة انه يجيب مدير فني ميسك الاول في منتخب مصر عرضوا على مستر راجوستي بوش مستر راجوستي بوش رفض وانا مكمل مع النادي الاهلي ولكن مستر طبعا هنريك رودل من احد افب المدربين حقيقة بصراحة اللي مكلم بكل امان يعني وتولى المسؤولية وهيشارك بالمنتخب وهيعمل طبعا كل اللعيبة كلها اللي هتشارك والبطولة تاعة قطر من 15-18 فبراير اللي جاي بإذن الله واللي هتتلاقب على صالة اللوسل الدولية خلينا أقول لكم ليه قطر النهاردة الدوحة هتصطديق كأس العالم 20-27 في كرة السلة فالنهاردة كل البطولات الدولية والإقليمية هتلاقب النهاردة متجهة ناحية قطر زي ما حصل مع كأس العالم لقطر طبعا قرق قدم قبلها بسنتين ثلاثة كل البطولات الإقليمية والدولية كترحة قطر وده وضع طبيعي جدا جدا من المنتخبات اللي هتشارك لحقيقة منتخبات قوية جدا قطر عندها طبعا هتشارك في كأس العالم فبتستعد بشكل كويس مصر طبعا وسط أفريقيا فرق أفريقية حدث ولا حرج القوى البدنية ناط الجنب الجاري فان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر منتخب نلعب في الدور الأول مع منتخب الأردن البحرين وده في المجموعة الثانية من البطولة وطبعا أكيد طبعا هتأهل الأول والثاني والثالث ويعملوا كروس وده طبيعي يعني المهم في البطولات دي مش الكأس ما مهم كل الفرقة تلعب عدد مطشات متساوي لأنه بطولة وده طبعا زي ما قلت حضرتكم التعاقد مع هنريك هنريك كان حضر مطشي قاله الزباليك اللي فات والحقيقة هو بيلف على كل المطشات في الدوري عايز أقول الموديل الفني ده في ميزة كبيرة جدا إنه قاعد وشاف اللعبة المصريين ومتفرغ فالنهاردة بيشارك أو بيحضر كل مبارك الدوري ممكن لعبة همسة من اللعيب باصة من اللعيب يفهم إمكانياته يقول لما أنت بتيجي وبتختار على السمع نتمنى أن يكون توفيق يعني حاجة كويسة لنا أو يعني توفيق كويس وعندنا ما تنسوش الجولة التانية للتأهل للأولمبياد هيتشارك فيها مصر ولكن صعبة خلينا اعترف أن احنا دخلنا في مفرامة أوروبا أنت بعرفتش تتأهل من كأس العالم اللي فات كل التوفيق أي أن كان برضو منتخبنا يلعب ولكن هيتكون صعبة